تسعى دول الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق جديد يهدف إلى توزيع عادل لإعداد المهاجرين واللاجئين بعد سنوات من الخلاف بشأن هذا الملف يعقد وزراء داخلية الدول لأعضاء اجتماعا في لوكزنبورغ لمناقشة مقترحين اثنين المقترح الأول هو توطين أكثر مائة ألف مهاجر سنويا في دول الاتحاد الأوروبي بحصص متساوية مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة كل دولة على استيعاب مهاجرين المقترح الثاني هو ضرورة تدفع الدول التي لا ترغب في عادة توطين المهاجرين مبلغا ماليا قدرة مبدئيا بعشرين ألف يورو للفرد لصندوق خاص بالهجرة لتعزيز القدرة المالية للبلدان المستضيفة الأخرى أكثر الدول التي تأثرت بموجة اللجوء تلك هي اليونان إيطاليا وأسبانيا ومالطا ما دفعها إلى المطالبة بمزيد من المساعدات في العام الماضي تلقى الاتحاد الأوروبي نحو مليون طلب لجوء بزيادة قدرها خمسون في المئة من عام 2021 وحسب بيانات الأمم المتحدة فأن نحو مائة وستين ألف شخص نجحوا في عبور البحر الأبيض المتوسط العام الماضي إلى دول الاتحاد الأوروبي مصادر أوروبية تقول أن دول الاتحاد تسعى إلى إصلاح شامل لقواعد الهجرة وتوصل الدول الأعضاء إلى اتفاق جديد بشأن هذا الملف يمثل انفراجا بعد سنوات من الخلاف خاصة مع الحديث عن فشل اتفاق دبلنا الذي يقضي بعادة اللاجئ إلى أول بلد وصل إليه معنا من مقدونيا المستشار القانوني في شؤون الهجرة واللجوء سيد لؤي بشور أهلا بك سيد بشور معنا على سكاي نيوز عربية سيد بشور إذن مقترحات عديدة لكن الآن هذا الضغط الكبير للمهاجرين ولطالبين اللجوء سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين هو ضغط كبير على الاتحاد الأوروبي الأراء إلى أين تتجه؟ أي الخيارات أو البدائل التي ستكون أقرب للواقع هنا؟ الحقيقة الموضوع شائق جدا وعدد طلبات اللجوء بتزايد مطلق وكل سنة عن سنة عم نشوف أن الأزمات عم تتفاقم كان من الأجدى الحقيقة أنا من وشية نظري أنه الاتحاد الأوروبي يعالج اللجوء والهجرة من أسبابها مسبباتها الأساسية اليوم المجتمع الأوروبي منقسم بين مؤيد ومعارض لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين حيث نشكل عباء مادية كبيرة عليهم وسبب بإشكالات بين منظومة الاتفاقيات المبرمة بين دول الاتحاد الأوروبي اللي بتتحكم بطلبات اللجوء وأي دولة قديش بتتاخذ وكل دولة اللي كنت تتبعها في دول الوصول الأول اللي هي مثل ما تفضلت حضرتك بداية من اليونان واسبانيا وإيطاليا اللي هي بتستقبل الموجب من أساس أول بلدان وصول الأول وتاني الشي الفشل النسبي لمعاهدة دبلن اللي صار فيه تجاوزات كتير فيها واللي منعت التطبيق المناسب لاتفاقيات اللجوء بين دول منظومة الأوروبية كلها مع بعضها لكن سألتك سيد بشور أي الخيارات اليوم أقرب لذهنية الاتحاد الأوروبي سواء كان البرلمان الأوروبي برلمانات دول وطنية هذه هل ستقوم بدفع بدل مالي كما رأينا في أحد الخيارات أم أنها ستستقبل بشكل متساوي كلهم بقدرته هو الحقيقة أنه مبدأ التضامن موجود بين دول الاتحاد الأوروبي ورح يوصلوا لاتفاقية معينة لا ما بعرف إذا كان رح يقدروا يوصلوا لها الحقيقة لأنه دفع تعويضات مادية للدول اللي هي الأكثر تضرراً للاتحاد الأوروبي اللي هي عم تقبل عدد الأكبر من اللاجئين موضوع فيه شيء من الإلزامية هو لحد هلأ كان موضوع كيف بيقولوا تطوعي نتساعد بين بعض قطر الإمكان اليوم هن بدون يشرعوا بدون يدخلوا ضمن قانون معين أنه إجاك أنت 300 ألف ما استقبلتون لدول 300 ألف هنه 600 مليون يورو لازم تدفعون للسندوق معين لحد السندوق يقدر يعالج موضوع كميات لاجئين اللي عم تصل وهي بتزايد دايما يعني اليوم سيد بشور أنا هنا لا أريد الربط لكن الحادث الذي رأيناه في أنسي الفرنسية حادث مؤلم يأتي من لاجئ وهناك مشاكل عديدة كبيرة صحيح الدول للاتحاد الأوروبي هي قد تكون متسببة في كثير من الأزمات سواء في القارة الأوروبية أو في آسيا أو في أوكرانيا أو دول عديدة أخرى لكن في النهاية هذه آلام إنسانية كبيرة هل تتوقع أن تصل هذه القارة الأوروبية التحاد الأوروبية لقرارات أكثر راديكالية يعني منع المهاجرين إرجاع المهاجرين مستقبلا هذا رأيناه في بريطانيا نعم رأيناه في بريطانيا وكمان المجر ما عند استعداد تستقبل أي مهاجر الموضوع إنساني بالكامل أوروبا لن تتراجع عن إنسانية أنا هذا رأيي أوروبا رح تتم تستقبل اللاجئين أنه رح تمتعتني فيهم ورح يتم في بطجة للعناية بالإنتجريشن تبعهم لكن أنه رح يطلع عدد نسبة مقوية ضعيفة جدا من هاللاجئين رح تكون بأعمال إجرامية ممكن ممكن أي مواطن لأي دولة غربية يقوم بهذا العمل معك الأسف الحادثة جداً مؤلمة وطبعاً تعرف كيف فوراً ينربط الموضوع بمصد إنه منين شو جنسية الشخص وإنه هو لاجئ ونحن عم نعتني فيه مع ذلك تعدى علينا أكيد في الفكر الوسطي أو اليميني الوسطي رح يكون هالأحزاب كلها ما رح تتعاطف أبداً مع موضوع اللاجئين وشيء مؤسسي في الحقيقة يعني طيب سيد بشور يعني اليوم أيضاً التطرق إلى اللاجئ الشرعي أو الهجرة الشرعية هي أمر وارد هو يتم عبر كثير من القنوات الموجودة المتاحة لكن اللجوء غير الشرعي دخول حدود البلدان عبر البحار و عبر تجار الموت و مشابه يعني اليوم كيف ممكن حلها الدول الاتحاد الأوروبي حاولت عبر كل هذه المقاربات لم تستطع فعل شيء هل هناك ملجأ يعني لمحاربة مثل هذه الهجرة غير الشرعية يتم محاربة الهجرة الغير الشرعية مثلاً الاتحاد الأوروبي يقدم منحة على مقصم 500 مليون يورو للمغرب لتحارب الهجرة غير الشرعية فيه مساعدات تتقدم لتركيا لتحارب الهجرة الغير الشرعية لكن أنا برأيه مثل ما ذكرت ببداية المقابلة أنه الاتحاد الأوروبي لازم يسعى بهيد الأموال أنه يبني مستقبل بالبلد نفسه يعني مصدر اللجوء هو سواء كان قلة العمل أو قلة الفرص أو الظروف الصعبة للمعيشية أو الاضطهاد بمختلف أشكاله موجود ببلد المنشأ اللاجئ عم بيهرب من هونيك لأنه ما عم بيلاقي فرصة حياة كريمة هذا السندوق لو يبني فيه مشاريع ويعطي له اللاجئين فرصة حياة كريمة اللاجئ بالدولة النامية لا يكلف قد واحد من خمسين من كلفته أثناء وجوده بأوروبا لذلك سهل أنه يعملوا هيك صندوق للتنمية ويحاول يعطوه العالم اللي فاخضة للفرص بالحياة الكريمة يعطوه فرصة لبداية جديدة من حيث التعليم من حيث فرص العمل من حيث فتح المشاريع السانوية أشكرك من مقدوني المستشار القانوني في شؤون الهجرة والأجوء سيد لؤي بشور شكرا جزيلاك شكرا جزيلاك